لماذا تعرف ان وضعية تركبت حصان؟ ذكرت عن موضوع وضعية تركبها بشكل مكثر في اليوتيوب ومكتاب بشكل عام بذكير سريع حصان لا يمكن تكون موضعية خطأ وانت مستغلها عليه وما بحوش تغلها عليه وما فرضتها عليه يعني حصان قاعد ترجعه وراه وأثناء رفضه فشل فرفع راسه فنجح يعني أثناء رفع الراس رجعت وراه زيادة وليس العكس حصان رافض الرجوع وكان رافع راسه فيما تعمل مع صح قوس ورجع حتى ما استغلت تقويس الزايد وقتها ذلك فإذا كان الحصان رافع راسه أو مقوس تقويس الزايد عم سوي وضعية برقبة سببها سؤء ركوب عندك انت فارض عليه فارض بسبب سؤء ركوب أو انك أمرت بالشي هذا شغلك خطأ لانك أمرت بأمر بشي مفروض ما تعمر فيه أو تعمل خطأ فاستهو الشي دعا شاب تعمل الخاطئ كيف تعمل الخاطئ؟ يستغل عليك يقوّس تقويس خطأ العمود يرفض اكرب يرفع راسه ويرفض اجع وراه يرفع راسه وينطلق لكن لما انحصان أثناء فعل الحركة اللي مرقبته قاعد يرضيك يعني لانه رفع راسه كعه أسهل أو لانه قوّس تقويس زيادة تقريمس أسهل أو العكس هنا انت استغلت الوضعية عليه مو بهو استغل الوضعية عليه وما فرضت عليه مرات يرجعه مقوّس مرات يرجعه ورافع راسه مرات يرجعه ومدرقبته ووقت عن ذلك هذا موضوع الكعر مرات يكعه ورافع راسه مرات يكعه ومدوّس مرات يكعه ومقوّس زيادة ووقت عن ذلك إذا الحصان أثناء فعل حركة معينة فرقبته ما استغلها عليك وانت استغليتها عليه اثناء فعله لها انت سوّت شي صعب يسوه فرقوب الخاطئ الكعر ورجو الخلف لك تريقي الاخير معناتها انك واحد لم تأمرها امر بفعلها هي حركة طبيعية باختيارة سواها ثانيا ما استغلها عليك انت استغلت عليها ما يعني انه مستحيل كنشرك خطأ اذا كان الحصان سواها واستغلها عليك اثناء فعلها ما اتسواها لانك غصبت عليها واستغلها عليك او سواها لان ركوبك خطأ واستغلها عليك حتى لو كانت طبيعية حصولها كان بسبب سوء ركوب وليس لانها طبيعية باختيارة سواها شكرا